أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم مجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكحف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكحف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكحف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بي فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكحف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشم سيدات لعد تزاور عن كحفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرزهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ميقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وزراعيه بالوصيد لذي اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعسناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى تعاما فلياتكم برزق منه وليطلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم طلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبسوا في كحفهم سلاسة مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأصمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعملنا أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيسوا يغاسوا بما إن كلمه ليشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عذن تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من زهب من زاب ويلبسون سيابا خضرا من سندس من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما سرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نتفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترنينا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا ووحيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له أوفية ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء فاخطلت به نبات الأرض فأصبح حسيما تضرور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي آدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتاخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عزدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أننا رفضنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنزرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليرحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم كنة نن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله وفي البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا عوينا إلى السخات فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع من يصبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانتلقى حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي سبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانتلقى حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسه لقد جيت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانتلقى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شيت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سو نبيوك بتابين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان غراءهم ملك يأخذ كل سفينة غسبا وأما الغلام فكانا بغاهم منين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يد لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تابين ما لم تستطيع عليه شبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همية وجد عندها قوما قلنا يا سلقرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ثلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا سلقرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير يفاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخ حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون يولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين عمالا الذين ظل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حفلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنهر آباؤه فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشعناهم فهم لا يلسون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنهرهم لا يؤمنون إنما تنهر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مصلا مصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضغني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد من الرحمن بذر الله دوني عني شفاعتم شيئا ولا ينتدون إني إلا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طين دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منثلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حزرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما دميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه لأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجنيل مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالعرجون الخديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن ما حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغيقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاع الإلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين أكفروا للذين آمنوا أنتعموا من لو يشاء الله أطعمه إلا أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ريلنا من باثنا من مرقدنا هذا ما رعد الرحمن وسدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكوون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آذما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أضل منكم جملا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إشلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعيلهم فاستبقوا الشراط فأنا يبسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحرق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكون واتخذوا من دول الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحين تقولهم منا لا يعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وما خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وذرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحين عظاما وهي رميم كل يحييها الذي أنشاها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخلى نعبا فإذا أنتم منه توقبون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده مركود كل شيء وإليه توجعون